العالم كبير بما يكفي لتنمو فيه دول مثل الصين والولايات المتحدة معاً ولكن على القوى الكبرى التوقف عن التنمر واتباع سياسة الكوة في مقاربتها سياسياً واقتصادياً من حوار شانجريلا في سنجافورة ساعة الصين إلى إعادة رسم ملامح علاقاتها المستقبلية مع الولايات المتحدة أهلاً بكم إلى برنامجة رغم الدعوات للحوار والاستقرار الصين تحذر من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بحلف النيتو وأخرى اقتصادية في منطقة أسيا والمحيط الهادئ قد تنذر بحدوث مواجهة أمريكية الصينية وتتسبب للعالم في ألم لا يطاق وعليه نتساءل ما أفق تصعيد الأمن الصيني الأمريكي في منطقة أسيا والمحيطين وما تأثير صراع التحالفات والتحالفات المضادة في الاقتصاد العالمي خلال القمة الأمنية المنعقدة في سنجافورا صراع النفوذ الأمريكي الصيني على أشده ولغة التحذيرات تسود المواقف فبكين تنظر بعين الريبة لتحالفات عسكرية تقودها واشنطن شبيهة بالأطلس في آسيا والمحيط الهادئ وأيضاً أخرى اقتصادية تستهدف كبح نفوذ الصين المتصعد وفي المقابل واشنطن تحذر من خطر المنوشات العسكرية نتابع حوار شانغريلا في سنجافورا يسجل للتاريخ وجود الخصوم في قاعة واحدة وأطلق رسائل تحذيرية متبادلة فمصافحة وزيري الدفاع الصيني والأمريكي لم تعني أي نوع من التقارب والدليل هو حدة المواقف التي أطلقها الطرفان وزير الدفاع الصيني الذي يخضع لعقوبات أمريكية حذر من مساعي واشنطن لتعزيز الشركات الاقتصادية في منطقة آسيا بعد في تحجيم نفوذ بيكين في منطقة المحيطين إن التصميم الحقيقي لمحاولات تعزيز التحالفات العسكرية الشبيهة بحلف الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ هو اختطاف دول المنطقة وإثارة الصراعات والمواجهة الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى دفع المنطقة إلى دوامة من الانقسام والنزاعات والصراعات من المنتدى نفسه خرج وزير الدفاع الأمريكي من أجل الدعوة إلى الحوار مع الصين لتجنب الحسابات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تفاقم النزاع وفق تعبيره أدعو قيادة الصين إلى فعل أشياء صحيحة بالفعل لكبح هذا النوع من السلوك كالمنورات الجوية لأنني أعتقد أن الحوادث يمكن أن تسبب في خروج الأمور عن نطاق السيطرة لذلك من المثير الاهتمام أن يسمع الجميع دائما ما تقوله الصين أعتقد أننا يجب أن نحكم عليها من خلال ما تفعله بالفعل فالنشاط الخطر مستمر تختلف رسائل الولايات المتحدة للصين من حيث الشكل والمضمون ولكن بكين تمتهن الرد عليها بالتوقيت والوسائل وبين المواقف المتصاعدة يعقد تقارب واشة مع تايوان عقد مصالحة مع بكين ما يشعل صراع التحالفات التي تخشى الصين إبراما واحدة منها مثيلة للناتو في آسيا فضاء التنافس الأمريكي الصيني يتوسع عبر جهود الولايات المتحدة لضم دول آسيوية ضد بكين التي لم تهدأ نفوس قادتها بعد من تحالفي أوكس وكواد قبل الشروع في فتح نقاش حلقة اليوم أذكركم مشاهدين بسؤالي برنامج الرابط لهذا اليوم بداية ما أفق التصعيد الأمني الصيني الأمريكي في منطقة آسيا والمحيطين وما تأثير صراع التحالفات والتحالفات المضادة في الاقتصاد الدولي وفي هذا السياق نستعرض نقاش حلقة الليلة مع ضيوفنا بداية من واشنطن عبر تطبيق زوم الدكتور ماتيو ليفغينز مدير برنامج دراسات الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن أهلا بك ومن الشارق عبر تطبيق زوم أيضا معي دكتور شاوجين شاي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ومن القاهرة عبر الأقمار الصناعية معي الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أهلا بكم ضيوفي معي إلى هذه الحلقة من برنامج الرابط أبدأ بضيفي من واشنطن الدكتور ماتيو للوقوف على تابعات أو ما خلصنا بعده من نتائج بعد هذا الحوار أو حوار الشانغريلا الأمني دكتور ماتيو بداية هذا الحوار وتصريحات الأطراف بعده أكدت ربما ضرورة التعامل مع التنافس الدولي بين بكين وواشنطن وربما حتى وضع أطر لإدارة هذه الأزمة بشكل أفضل برأيك ما هو أفق هذا التصعيد المستمر؟ أرى أنه من الصحيح تماما أن الحاجة إلى التعاون والتعاون الفعال بين الولايات المتحدة والصين أمر حساس وحرج الآن لأن هذه المشكلات التي يواجهها العالم في القرن الحادي والعشرين لا تتحمل المزيد الدولتان بينهما بعض الاختلافات سأسميها اختلافات أو ديفرنسز لكن هناك أيضا أمور مشتركة وهي التصدي للتحديات العالمية التي نواجهها في عصرنا هذا لذا من المهم أن نتكاتف كدولتين من أجل أن يصب ذلك في مصلحة كلتين وأن يكون هناك تعاون متبادل لنواجه المشكلات بالإضافة إلى حل الخلافات بشكل سلمي وإدارة أي موضوع أو أي مسألة شائكة مثلا بهذا السياق سنتقل إلى ضيفي من الشارقة دكتور شوجين ضيفي من واشنطن يصف العلاقة أو أنه لهذه العلاقة أيضا بوادر للتعاون والتشارك في حل مسائل ربما وأزمات عالمية وليست حكرا على دولة مقابل أخرى ولكن أريد أن أسألك أن كانت اليوم هذه المساحات لازالت موجودة في ظل الحديث عن أن المنطقة أو منطقة المحيطين الهندي والهادئ باتت ربما مساحة لفرض النفوذ وربما حتى باتت تشكل مساحة رئيسية لمستقبل انتقال القوة في النظام الدولي الجديد ما رأيك؟ أتفك مع المتحدث من الولايات المتحدة تماما صحيح أن هناك خلافات وهناك أمور مشتركة وهناك مسائل عالمية وهناك مسائل أخرى شائكة ثنائية بين الدولتين حسنا خرجنا من جائحة وللتو خرجنا منها العالم يحتاج إلى الوقوف على أقدامه مرة أخرى نحتاج إلى تنمية اقتصادية وهناك حرب أخرى دلعت في أوروبا هل نحتاج إلى المزيد من الأزمات والمشكلات؟ هل نحتاج لحرب في منطقة المحيط الهندي والهادئ؟ طبعا لا سكان المنطقة أو شعوب المنطقة في الهندي والهادئ لا يحتاجون أي شيء إضافي على ما هو موجود على طاولتهم ولا حتى شعوب العالم مستعدة لمواجهة أي صعوبات أخرى إذن الأمن البحري والأمن على الحدود والأمن الغذائي كل هذه التحديات تحتاج إلى التعاون المشترك الذي تحدث عنه السيد ليفينجر كما أننا نحتاج أيضا إلى الاستقرار في دول المحيط الهندي والهادئ والدولتين أتحدث عن الولايات من تحت والصين عليهم أن يتفادى أي صراع أو أي نزاع المسألة مسألة سوء تفاهم وأطفق مرة أخرى مع السيد ماثيو أن هناك حاجة لإيجاد نقطة التقارب نقطة التقاء لإدارة الأمور بشكل حكيم بشكل ناضج بدلا من أن تتحول إلى تبعات كارثية سأذهب إلى الدكتور محمد فايز ضيفنا من القاهرة أيضا الوقوف على كل هذه النقاط دكتور محمد لا أدري أن كنت توافق أيضا ضيفي من واشنطن والشارقة حول هذه المسألة بداية وأيضا أريد أن أسألك عن موضوع الخطاب الذي شهدناه خلال هذا الحوار أو هذا المنتدى والذي شهدنا فيه نوع من التصعيد بشكل كبير بين الأطراف لم نشهد مثله سابقا على الرغم من التصريحات التصعيدية بين الطرفين ولكن حاول كلا الطرفين على مدى السنوات السابقة الحفاظ على ما يسمونه بالمنافسة العالمية وإدارة الأزمة برأيك اليوم هل مساحة التعاون اليوم موجودة وقادرة على أن تطغى ربما على الخلافات بين الطرفين يعني اسمحي لي في البداية أنا أختلف مع دكتور ماسيود ودكتور شوجن يعني كلاهما يعني يشير إلى أن هناك قضايا خلافية لكن هناك في نفس الوقت يعني قضايا تمثل مساحات مشتركة أو مجالا للتعاون المشترك خاصة القضايا والافتراض هنا بالطبع هي القضايا المتعلقة بالأمن غير التقليدي على سبيل المثال الأوبئة كورونا الأمن الطاقة القضايا الخاصة بالتغير المناخ الأمن البحري كل هذه قضايا يمكن افتراض أن هناك مساحة مشتركة بين الجانبين باعتبار أن هذه تمثل تحديات أو تهديدات أمنية تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتمثل تهديدات للمجتمع الإنساني بشكل عام لكن إذا عدنا إلى طريق التعامل كلاهما مع وباء كوفيد ناينتين سنلاحظ أن هناك درجة كبيرة من التسييس لهذه القضية وهي قضية فنية بالأساس قضية تتعلق بالصحة العالمية وتتعلق بالأمن الإنساني بشكل عام ومع ذلك فشلت طرفان في الوصول إلى تفاهمات مشتركة أو تعزيز المساحات المشتركة بينهما بدءا من منشأ هذا الفيروس طريقة التعامل معه تنصيق التعامل فيما تعلق بالإنتاج الأمصال إلى آخره كان من الممكن أن يتحول هذا الوباء إلى موضوع كبير للتعاون بين البلدين لكن ما حدث هو العكس تسييس كبير لهذا الوباء وانتهى الأمر إلى أنه أصبح أحد المجالات الأساسية لتعميق الفجوة بين الجانبين نعود إلى خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونعود أيضا إلى خطابات مسؤولين صينيين عديدين فيما يتعلق بهذه القضية الفنية كيف تحولت منظمة الصحة العالمية إلى ساحة للصراع والتنافس بين الجانبين نفس الأمر فيما يتعلق بقضية تغير المناخ ما زالت الفجوة كبيرة بين الجانبين فيما يتعلق بتحميل كل طرف المسئولية أو كيف يمكن التعامل مع هذه القضية فما أريد أن أقول صحيح أن هناك حاجة مشتركة للتفاهم بين الجانبين هناك حاجة لتعزيز الثقة بينهما أو على الأقل استخدام هذه القضايا غير الأمنية المباشرة حتى يمكن بناء ثقة يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى لكن ما يحدث للأسف هو العكس تسييس ثم تسييس للقضايا الفنية والقضايا الوظيفية إنجاز التعبير إذا عودنا إلى خطاب أو كلمات المسؤولين الصينيين في هذا المنتدى الأمني المهم في سنغافورة أعتقد أن هذا راجع إلى قراءة من جانب الصين تقوم على التناقض ما بين الخطاب الأمريكي من ناحية وبين السياسات الأمريكية على الأرض من ناحية أخرى في الوقت الذي تتحدث فيه استراتيجية استراتيجية الأمن القومي الأمريكي على سبيل المثال عن إمكانية الحفاظ على علاقة التنافس مع الصين وعدم تحولها إلى صراع لكن في نفس الوقت هناك تسريع أمريكي لبناء تحالفات في المنطقة تحالف أوكس الحوار الأمن الرباعي جهود أمريكية لترقية الحوار الأمن الرباعي إلى ناتو أو إلى حوار أو بناء أمني تعميق العلاقة مع اليابان دعم اليابان في اتجاه مراجعة إرس الحرب العالمية الثانية أمور كثيرة جدا بالإضافة إلى الموقف الأمريكي فيما يتعلق بتايوان وبالتالي وفقا للقراءة الصينية هناك تناقض بين الخطاب الأمريكي الذي يحاول إبقاء العلاقة مع الصين في إطار التنافس من ناحية والسياسة الأمريكية الفعلية دعني دكتور محمد أذهب بهذا السياق وهذه النقطة حول التناقض أو تناقض الخطاب الأمريكي مع سياساتها الخارجية تجاه مسألة بحر الصين الجنوبي ومنطقة المحيطين دكتور ماثيو كيف تنظر إلى هذه المسألة مسألة التناقض التي طرحها ضيفي من القاهرة بداية وخصوصا بأنه خلال ربما هذا المنتدى شهدنا الحديث بشكل مكثف عن مسألة المواجهة ولكن بنفس الوقت وبعد ربما تحدث أو حديث من قبل عدد من القادة في تلك المنطقة عن مخاوفهم تجاه هذا أو تنامي هذا الصراع شهد محاولة من قبل الولايات المتحدة لإرسال أرسلت مسؤول كبير إلى الصين وقالت أنها ربما مسعى أمريكي جديد لتخفيف التوتر كيف نقرأ كل هذه المعطيات حسنا أولا أقدر طبعا كل ما تحدث عنه الدكتور فرحات عن أهمية الثقة وبناء جسور للثقة واستغلال ما يحدث لبناء هذه الجسور ومدها لأن هناك عجز وقصور كبير في الثقة بين الدولتين وهذه مسألة علينا أن نعالجها بالتأكيد ولكن بالعودة إلى ما ذكرته هناك خلافات صحيح بين الولايات المتحدة والصين ولكنني أرى أنه من المهم أن يتم التعامل مع هذه المسائل الشائكة والتي تتسبب بالخلافات بطريقة مناسبة وملائمة أما بالنسبة للتحالفات والجهود من جانب الولايات المتحدة فدعوني ألفت نظركم إلى أمر مهم الوضع في منطقة المحيط الهادئ والهندي مختلف عن أي وضع أو أي منطقة أخرى فهناك حرب باردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سعرفناها وعاهدناها سابقا ولذلك بنينا حلف النيتو بأوروبا إذن هذا أمر يختلف تماما عن ما يحدث في منطقة المحيط الهادئ والهندي سأشرح لكم الوضع في منطقة المحيط الهندي والهادئ متعدد الأطراف وتحالف الكواد نرى أن الهند عضوة في الكواد طبعا أو التحالف الرباعي ولكنها أيضا عضوة في تحالف البريكس إذن فالهند تجمع بين الطرفين وتحاول الموازنة بين علاقتها بالصين وعلاقتها مثلا مع الولايات المتحدة أعطيكم هذا المثال لأخبركم بأن هذه العلاقات الأمنية والتحالفات مثل الكواد لا تشير إلى أن الولايات المتحدة تحاول أن تشعل حرب باردة جديدة أو أي مواجهة في المنطقة ولكن صحيح أن هناك منافسة على من يضع قدمه كقوة عظمى وهذا الأمر لن يصب في مصلحة أي أحد إذن نحن نحتاج إلى تعاون ونطفق جميعا على ذلك والطرفان يحتاجان إلى مد أواصر الدبلوماسية نطفق على ذلك أيضا دعوني أعطيكم مثال الوضع مثلا مع روسيا وحربها الوحشية ضد أوكرانيا ما الذي حدث؟ الولايات المتحدة كانت تحب أن تلعب الصين دورا بناء في مساعدة العالم على ردع روسيا أو حل النزاع أو أي شيء وأن لا ينتهي الأمر بإطفاء الشرعية على استحواذ روسيا على الأراضي الأوكرانية طبعا لأنه لا يمكن أن يقبل بذلك أي أحد لا يمكن أن نقبل بشرعية دولة تستولي على دولة أخرى هذا أمر غير مقبول ولا خلاف عليه إذن هذه مثلا من المسائل الشائكة التي اختلفت عليها الولايات المتحدة مع الصين ننتقل إلى تايوان الولايات المتحدة تعترف بسياسة الصين واحدة ولكنها تؤمن أيضا أن وضع تايوان يجب أن يحل بشكل سلمي ومناسب لا بالقوى العسكرية هذه مسألة مسألة خلافية أخرى أليس كذلك؟ حسنا على كل سنعرج أكثر دكتور ماتيو على تفاصيل كل هذه الخلافات ولكن بعد هذا الفصل القصير مشاهدين وضيوفي تفضلوا بالبقاء معي بعد هذا الفصل نتالح أهلا بكم من جديد مع تعالية التحذيرات والمخاوف الصينية من تزايد التحالفات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضدها أكدت بكين أنها لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وفي هذا السياق عملت على تعزيز قدراتها العسكرية بشكل كبير نتعرف إلى أبرزها في هذا السياق خلال العام الجاري قررت الحكومة الصينية زيادة المخصصات المالية للجيش بنسبة 27% مع التخطيط لإنفاق ما يصل إلى 224 مليار دولار على تطوير الجيش وأنظمة الدفاع والرصد وصل زيادة التوترات الجيوسياسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ وتحديدا في مضيق تايوان ويضم الجيش الصيني حاليا نحو مليونين وخمسة وثلاثين ألف جندي أي حوالي ضعف عدد الجيش الأمريكي وينوي الرئيس الصيني شي جينج بينج استكمال تحديثه بحلول العام 2035 أما عن القوات البحرية فأتخطت حجم الأسطول الأمريكي منذ عام 2020 ولديها حوالي 340 سفنة حربية مع حوالي 25 ألف جندي لتشغيلها وفيما يخص القوات الجوية تعتمد الصين على حوالي 4000 طائرة مقاتلة وما يصل إلى 400 طائرة هجوم أرضي إضافة إلى 120 قاذفة قنابل وفيما يتعلق بقدراتها النووية تحتفظ الصين بمخزون من الرؤوس النووية يصل إلى 410 وذلك لإيصالها بالصواريخ الباليستية والقاذفات إذا استكمل نقاش حلقة اليوم وأبدأ بضيفي من الشارقة الدكتور شاوجين شاي أستاذ علوم السياسية والعلاقات الدولية أرحب بكم ضيوفي مجددا أيضا قبل قليل تحدث ضيفي عما يتعلق بمسألة التحالفات وتعزيز الولايات المتحدة الأمريكية للتحالفات في منطقة المحيطين وتأثير هذا التعزيز من التحالفات سواء العسكرية أو الاقتصادية على ربما استراتيجية الصين في التعامل مع المنطقة ولكن جزء من ابتعاد دول منطقة الفاسيفيك بحسب البعض هو ربما ما يوصف من قبل هذه الدول بعدوانية الصين في المنطقة ألا توفر الصين اليوم أسبابا ربما منطقية لهذه الدول للتوجه غربا ولتوجه لهذه التحالفات ربما حتى لحماية نفسها تصرفات الصين وتحركاتها هي فقط للدفاع عن نفسها وعن أراضيها استراتيجية الصين سواء الدفاعية الجوية أو البحرية هي لتمتلك جميع القدرات اللازمة إن احتاجت أن تدافع عن نفسها وعن محيطها الساحلي طبعا هذا هو الغرض الوحيد ماذا إن اندلعت حرب أو أي صراع أو نزاع يجب أن تكون مستعدة بالإضافة إلى ذلك تريد الصين أن تحمي أراضيها والتي تتضمن طبعا تايوان لأنها جزء من الأراضي الصينية والولايات المتحدة تعترف بذلك كما اتفقنا حسنا هناك جزر تقول الصين أنها ملكها وتقول دول أخرى أنها أيضا ملكها وهذه نقطة الخلاف إن حصلت الصين على ملكية هذه الجزر فهذه ليست عدوانية والدول الأخرى لا سبب لها أو لا مبرر لأن تخاف من عسكرية الصين ولا رفعها لميزانيتها فهي قوى عظمى الصين قوى عظمى وكل دول القوى العظمى تقوم بنفس الشيء وهذا أمر ليس به أي عيب ولا أي أمر شائن ننتقل إلى وزير الدفاع الصيني وتصريحاته السيد لي عندما تحدث عن طبعا في تصريحاته التي سمعناها تحدث عن أمر تفهمه القيادة الصينية ويفهمه الشعب الصيني وهو حقوق الصين في الدفاع عن نفسها بالشكل الملائم وأراضيها طبعا جميع أراضيها وهذا يتضمن تايوان سمعنا أيضا أن هذا الأمر هذا الدفاع أو هذا الأمن أين كان المسمى الذي ستختارونه أو حتى الشركات الاقتصادية لا تستهدف الصين إن اختارت لأن الصين ليست عدوانية ولا عدائية بطبعها إذن هناك مساحة لكل الأطراف ليجدوا الوضع المناسب لهم الوضع الذي يفيدهم والذي يحتاجونه بدون الحاجة لضرب الآخرين بالرأس ولا النطح ولا وجود صراع لذلك الصين صريحة وتتحدث بشكل مباشر ويجب على الأطراف الأخرى أيضا أن تعبر عن أفكارها بشكل واضح حتى يكون التواصل فعال ونتجنب أي تبعات سيئة دكتور محمد فايز ضيفي من القاهرة أيضا إن أردت التعقيب على حديث ضيفي من الشارقة لدينا الوقت أيضا أريد أن أسألك أن كان هناك ربما مساحة للدول التي تتوجه لهذه التحالفات وتنضم إلى هذه التحالفات سواء شرقا أو غربا برأيك هل يمكن أن تعزز هذه الدول شركاتها الدفاعية والعسكرية دون أن تكون محسوبة على طرف مقابل آخر أعتقد هناك علاقة بين هذا السؤال وبين ما قاله دكتور شاوجين في الحقيقة أن الأمر لا يتعلق بالتبرير الذي تقدمه الصين صحيح أن الصين لديها سياسة تعاونية كبيرة مع المجتمع الدولي وصحيح أن الصين ليس لديها خبرة في التوسع الخارجي كل هذه الأمور وأيضا التمسك الصارم من جانب الصين بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة إلى آخره من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام الدولي منذ عقود كل هذه الأمور يجب تفاهمها أيضا حتى الرواية الصينية فيما يتعلق بالنزاع في بحر الصين الجنوبي والنزاع في بحر الصين الشرقي والقضية التيوان كل هذه الأمور في رأيي يجب يمكن تفاهمها لكن الأمر لا يقتصر على الرواية التي تقدمها أي دولة الأمر يتعلق أيضا بكيف تدرك الدول الأخرى السلوك يعني أي دولة في المنطقة أعتقد أن دول الإقليم سواء في جنوب شرقية أسيا أو في منطقة المحيطين الهادئ والهندي بشكل عام ربما تنام لديها يعني القلق حول الصعود الصيني في الفترة الأخيرة وهذا في رأيي لا يرتبط بالصعود الصيني في حد ذاته لكن يرتبط به السردية الغربية أيضا الأمريكية ولدى بعض الدول الأخرى حول الصعود الصيني أو مآل الصعود الصيني وتدعياته هناك كما أن هناك رواية صينية لكن هناك رواية وسردية أمريكية أيضا تقول بأن الصعود الصيني سوف يرتب تغيرات ضخمة في موازين القوى وقد يغير فيه أو يدفع الصين إلى عادة النظر حتى في السوابت التي تتمسك بها في علاقاتها مع المجتمع الدولي قد لا يكون الأمر بنفس مضمون يعني الرواية أو السردية الأمريكية أو الغربية لكن بعض دول المنطقة بدأت بالفعل في إعادة النظر في الموقف من الصين والمنطقة الأهم في هذا الإطار هي منطقة جنوب شرقية أسيا أو الدول الأعضاء في الأسيان كما نعلم الأسيان يتمسك ببعض المفاهيم المهمة منها حياد الأسيان ومركزية الأسيان ورفض الاندماج في سياسة التحالفات لكن بعض دول المنطقة في الفترة الأخيرة خاصة الفلبين بدأت تعيد النظر في هذه المسألة وإن كانت من الناحية نظرية ملتزمة بالمبادئ الأساسية التي يتمسك بها الأسيان حتى الآن لكن صدر التصريحات من جانب الفلبين تتحدث عن دعم تحالف أوكس وتقول أن هذا التحالف يمكن أن يكون ركيزة للأمن في المنطقة ولا ترى أي مانع في تسليح أستراليا بأنماط جديدة من التسليح سواء الغواصات التي تعمل بالوقود النووي أو غيرها وترى أن أستراليا يمكن أن تكون حليف لدعم الاستقرار في المنطقة هذا قد يتغير أو يتوسع هذا التوجه الذي يتجاوز الفلبين هذا سيعتمد أيضا على جهود الولايات المتحدة الأمريكية في تعميق سردياتها فيما تعلق بالصعود الصيني وإقناع دول في المنطقة لالتحاق لنسأل ضيفنا من واشنطن الجديدة دكتور محمد لنسأل ضيفنا من واشنطن حول هذه السردية الغربية التي تحدثت عنها ومساعي ربما أو احتمالية أن تستمر الولايات المتحدة في هذا النهج بتعميق التحالفات على مستوى المنطقة على الرغم من أنه حتى دول المنطقة لا زالت ربما مترددة هي تريد التحالف مع الولايات المتحدة ولكنها لا تريد خسارة الصين كيف يمكن معالجة هذه المسألة خصوصا أن المنطقة اليوم تشكل 60% من إجمالي أناتج المحلي العالمي ولا يمكن ربما وضع كل هذه الأرقام تحت مسألات أو تحت مخاوف التنافس والصراع ربما إن أردتم رأيي تهتم الولايات المتحدة للغاية بدعم أمن ومصالح المنطقة أو الدول في المنطقة منطقة المحيط الهندي والهدي ولا أعتقد أنها منخرطة بشكل ناشط مثلا في توسيع تحالف رسمي أو نظام من التحالفات في المنطقة هذا ليس ما يحدث بل هي تحاول فقط أن تضع ترتيبات أمنية تصد في مصلحات الدول بالمنطقة لا أكثر أعطيكم مثلا هذه الدول لديها مخاوف ومخاوفها مبررة لحيال الصين وحيال تدريباتها العسكرية أو مثلا محاولتها لفرض نفوذها سواء عسكريا أو اقتصاديا حتى والولايات المتحدة تحاول فقط مساعدة هذه الدول على الحفاظ على أمنها ووضعها مستقر هناك مبدأ أساسي علينا أن ندركه الولايات المتحدة تحب لمنطقة المحيط الهادئ والهندي أن تظل منفتحة أن تظل مزدهرة وأن تكون هذه الأراضي عمها السلام بدلا من الأسلحة وتريد أيضا الولايات المتحدة أن تدعم شركائها في المنطقة لأن لديها شركاء طبعا مهمين وتريد أن تدعمهم نحو هذه الأهداف الشرعية على كل سنقود أكثر في هذه النقطة خصوصا أنه خلال الفترة الأخيرة ما نشهده هو استمرار لعمليات العسكر على كافة الصعود خلقة الرابط مستمرة ضيوفي ومشاهدين ابقوا معنا بعد هذا الفصل القصير أهلا بكم من جديد بينما صراع التحالفات وتجاذبات الإقليمية والدولية على أشده تجد بعض الدول نفسها في معادلة صعبة بين الحفاظ على علاقات متوازنة بين القطبين الأمريكي والصيني لتجانب الإنزلاق نحو طرف على حساب الآخر والهند واحدة من هذه الدول في عالم تتنافس فيه واشنطن وبكين لمد النفوذ تحاول الهند أن تقيم علاقات مع الطرفين رغم بعض التوتر والخلافات يجمعها مع الولايات المتحدة الكثير تحالف كواد الأمني الذي فعله بايدن بعد تنصيبه رئيسا ويضم الهند واليابان وأستراليا والولايات المتحدة وهدفه جعل منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة مفتوحة وكذلك الحد من نفوذ الصين وبعد أن كانت الصفقات العسكرية شبه معدومة بين واشنطن ونيو ديلهي عام 2008 وصلت لأكثر من 20 مليار دولار عام 2020 حتى أنهما وقعتا اتفاقيات لتعزيز تعاونهما العسكري وكذلك لاستخباراتي الولايات المتحدة والهند وقعتا عام 2005 اتفاقا تاريخيا حمل اسم الاتفاق النووي المدني والذي أطفى شرعية على الترسان النووي الهندية وأتاح بيع نيو ديلهي تكنولوجيا نووية مدنية من الولايات المتحدة في المقابل ورغم توتراتها الحدودية مع الصين إلا أن نيو ديلهي وبكين متفقتان على ضرورة التصدي لعالم أحادي القط ولأجل هذا انضمت لمنظمة بريكس التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وكذلك جنوب إفريقيا وتهدف للاعب دور في إدارة الاقتصاد العالمي الهند والصين موجودتان كذلك في منظمة شانجهاي التي تأسست عام 1996 بهدف تعزيز الثقة والاستقرار في المناطق الحدودية بين الصين وروسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق وانضمت لها الهند عام 2017 لتوسيع التعاون مع الأعضاء بما فيهم الصين في الاقتصاد والطاقة والتنمية والاتصال والأمن خلال هذا الحوار السنوي كان هناك إبراز للكثير من هذه النقاط التي تحدثنا عنها في هذا التقرير أذهب إلى ضيفي من الشارقة الدكتور شاوجين دكتور شاوجين كما تحدثنا قبل قليل في سياق هذا التقرير المخاوف الاقتصادية ربما هي تأتي في المقدمة لهذه الدول على الرغم من محاولتها للموازنة وكنا قد تحدثنا باقتضاب عن هذا الأمر قبل قليل على الرغم من محاولة دول كالهند على سبيل المثال الموازنة في علاقاتها بين الطرفين ولكن هل بات اليوم هذا الطرح واقعي وهل سيقتصر فقط على تحالفات اقتصادية وعسكرية يعني تحاول هذه الدول فقط الموازنة بينها أم قد يتجه إلى منح آخر حسب كل دولة ستقرر هل ستأخذ صف إحدى الدولتين أم ستستطيع الموازنة والإبقاء على الحيادية بالنسبة للصين هناك سوء فهم الصين لا تريد من أي دولة أن تختار صفا لا صفها ولا صف الولايات المتحدة بالنسبة للهند الهند أيضا قوة عزمة وهي مستقلة ولها الحق في استقلاليتها ووضع سياساتها التي تناسبها بدون أن يصنفها أي أحد لا هي في صف الصين ولا في صف الولايات المتحدة لماذا نحاول أن نصنف الدول في أي صف أو في أي فريق بالإضافة إلى ذلك تحدثت عن بعض المناطق والترتيبات الموجودة هناك من حيث الهيمنة الأمريكية الهيمنة الأمريكية في تضاؤل في تناقص ولعدة أسباب إن تحدثنا عن الشرق الأوسط ماذا الدول في الشرق الأوسط الآن تحبذ أن تكون مستقلة أمنيا وأن تقف بمفردها وتكون لديها القدرات اللازمة بدون الاعتماد على الولايات المتحدة قصة إذن فحوى حديثي لا ضرورة لاختيار فريق وعلينا أن لا نصلف الأمر على أنه إنحياز لدولة على الأخرى ومن المهم أيضا أن نضع جنبا هذه الأفكار وعقلية الحرب الباردة انتهى الأمر وولى أصبح قديما وباليا وهذا التفكير جامد وهذا العصر لا يناسبه هذا النوع من التفكير بل أطر ثنائية أطر تعددية الأطراف لإدارة النزاعات الصراعات ووضع المصالح الاقتصادية كأولوية التنمية التعافي هذه هي الكلمات التي نريد أن نسمعها وهذه الاهتمامات بدلا من أن أتحدث عن أي فريق أنت وفي أي صف أخذت أريد أن نتعب إلى الدكتور ماتيو لنرى إن كانت وجهة نظر واشنطن أيضا توافق على هذا الموضوع كنت تحدثنا في بداية أيضا الحلقة عن مسعى جديد للولايات المتحدة لتخفيف التوتر بين الطرفين هل الاقتصاد جزء من هذه المساعي الأمريكية أم الأمر يقتضي على الحرب الجيوسياسية أو الخلافات الجيوسياسية القائمة الاستقلالية الاقتصادية مهمة ولكن هناك اعتماد اقتصادي متبادل بين الولايات المتحدة والصين وهذا أمر لا يمكن لأي أحد أن ينكره المصالح الجيوسياسية مهمة طبعا فهي السبيل للحفاظ على الأمن أمن الدول وسياداتها ولكن آخر شيء نحتاجه الآن هو حرب باردة أخرى وأضيف طبعا إلى ذلك أنه من المهم أن نضع نصب عيوننا في سياساتنا الخارجية سؤال واحد ألا وهو كيف نحافظ على أمن كل الدول كل دولة في المنطقة وأن نتصدى لأي مخاوف أمنية مبررة لأي دولة أيا كانت خاصة طبعا في المنطقة التي نتحدث عنها المحيط الهندي والهاذي إذن أنا شخصيا لا أعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تجبر أي دولة مثلا على الانحياز لها ضد الصين ولا أن تلوم أي دولة مثلا على الانحياز للصين ضد الولايات المتحدة فمفهوم طبعا أن كل دولة عليها أن توازن علاقاتها ولها مصالح مع هذه الدولة وتلك وحتى دول أخرى لذلك النزاعات الدولية يجب أن تحل بشكل سلمي وأن نحافظ على مصالح كل الدول سنستكمل هذه النقاط دكتور ماثيو فقط سنقف أيضا على هذا التقرير وهذه الأرقام اتحققت الصين طفرة في محالات مجهولات عفوا تكنولوجية عدة مثل الحوسبة وخدمة الجيل الخامس تطور أقلق الولايات المتحدة من اهتزاز موقعها في تطور التقني باعتبارها القوة العظمى في ذكاء الاصطناعي نتابع التفاصيل من البر إلى الجو وصولا إلى الفضاء لا توقف الولايات المتحدة تموح الصين التكنولوجي تشتهد بيكين لتغلب على واشنطن في السباق على صدارة الذكاء الاصطناعي فما هي أدوات الصين المستخدمة من أجل تعزيز مكانتها العالمية في مجال التكنولوجيا والتطور التقني لتبديد التحديات العالمية في التقنيات تخطط بيكين لإعادة هيكلة وزارة العلوم والتكنولوجيا من أجل تخصيص الموارد بشكل أفضل المخطط يهدف إلى الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا ولسيما في مجال أشباه المواصلات بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مكونات الرقائق المنافسة وصلت إلى المجال العسكري الذي يطمح الرئيس الصيني لجعله قوة من الطراز العالمي في الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949 فالجيش الصيني يسعى لتعميم حرب الآلات الذكية لتنفيذ عمليات عسكرية من خلال روبوتات مجهزة بمدافع رشاشة وصواريخ للقيام بمهمات في الخطوط الأمامية لكن الولايات المتحدة تثق من ريادتها في تكنولوجيا طائرات المقاتلة وقد قال قائد سلاح الجو الأمريكي في المحيط الهادئ الجنرال كينث والسباخ إن توسيع أصول مقاتلات الصين من طراز جي توينتي ليس شيء أن يجعلنا لا ننام البرنامج الفضائي الصيني استكمل تحدي الجانب الأمريكي الذي منع بيكين من المشاركة في المحطة الدولية فشغلت يانج يونغ لتصبح ثالثة عاصمة تقيم محطة فضائية بعد واشة وموسكو ولكن تحرك الصين الابتكاري في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى سباق تسلح تعتريه مخاوف من الخيارات السريعة للأسلحة الذكية من دون تدخل بشري أذهب بهذا السياق إلى دكتور محمد ضيفي من القاهلة دكتور محمد التكنولوجيا اليوم باتت تلعب دور أساسي في هذا التنافس أو ما يصفه البعض حالة التنافس بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية هل الحرب اليوم إن استطعنا وصفها بهذه الطريقة الحرب العالمية الثالثة هل يمكن أن تكون فقط في سياق التكنولوجيا والحرب التكنولوجية وربما حتى الدكاء الاصطناعي يعني في رأيي إذا وقعت هذه الحرب لن تقف أو لن تظل مقصورة في هذا المجال بالتأكيد ويمكن أن نقص فيها الاعتبار عملية الهندسة العسكرية أو الجيوسياسية الجارية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي يعني بالتأكيد هذا السباق التسلح أو إعادة هندسة هذا المصرح الدولي المهم وشديد الخطورة يعني أعتقد أنه سيساهم بشكل كبير في إمكانية تحول هذه الحرب إلى حرب تقليدية واسعة أو أقصد حرب عسكرية بالمعنى الدقيق هناك نزاعات بحرية كثيرة جدا هناك تحالفات تجري في المنطقة ويجري تعميقها وهناك سباق تسلح كبير سواء فيما تعلق بالصواريخ الفرط الصوتية أو غيرها من ألماط القدرات العسكرية وبالتالي إذا افترضنا إمكانية أن يتقع مواجهة حتى بين الجانبين الأمريكي والصيني سواء فيما تعلق بسبب قضية تايوان أو غيرها من القضايا بالتأكيد سيكون من السهل جدا تحولها إلى حرب نظامية واسعة وربما تتحول إلى حرب عالمية واسمح لي أن أشير إلى بعض النقاط التي أشار إليها دكتور ماسيو فيما تعلق بهدف الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال بأن تظل منطقة المحيطين الهادئ والهندي منطقة مفتوحة أمام التجارة العالمية وأمام الملاحة الدولية هذا الهدف ليس موضوع خلاف نفس الأمر الصين أيضا تؤكد على هذا المبدأ لكن القضية الخلافية الأساسية هو كيف يمكن الحفاظ على هذا الهدف أو الوصول إليه في السابق كان هناك مفهوم رئيسي ومفهوم المحيط الهادئ هل هي مسألة نفوذ فقط؟ نعم لا يعني في رأيي ليست مسألة نفوذ فقط هي مسألة صراع على قمة النظام العالمي لكن هذا الصراع يجري في مسارح مهمة جزء منها يجري الآن داخل أوكرانيا بين الولايات المتحدة الأمريكية والنيتو من ناحية وروسيا من ناحية أخرى لكن هناك أيضا معركة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تتعلق به هيكل النظام الدولي في المرحلة المقبلة لا يمكن القول بأن الهدف فقط هو الإبقاء على منطقة المحيطين الهادئ والهندي منطقة مفتوحة وحر أمام الملاحة الدولية أو التجارة العالمية سأذهب أيضا إلى دكتور ماتيو بهذه النقطة وباختصار شديد دكتور ماتيو برأيك اليوم الاقتصاد والتكنولوجيا تحديدا فيما يتعلق بصعود الذكاء الاصطناعي في الفترة الأخيرة كيف تنظر الولايات المتحدة إلى المنافسة الصينية في هذا الشأن؟ يتحرك الذكاء الاصطناعي بسرعة شديدة واستثنائية لذلك من المهم أن يكون هناك إطار عالمي تعاوني من أجل تنظيمه ووضع قوانينه بوضوح حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة ونتفادى أي تبعات سلبية إن سمحت لي بالإضافة إلى ذلك الولايات المتحدة ترحب بأي منافسة اقتصادية شرعية منصفة وعادلة فهو مجال للمنافسة السلمية المطلوبة وصحية إذن بشكل عام من المهم أن تتطفق الدولتان على طرق سلمية للتعاون من خلال إطار منافسة جميل ومفيد للجميع سنسأل أكثر في موضوع التعاون لضيفي أيضا من شارقة دكتور شوجين ما هي مساحات ربما التعاون إن وجدت بين الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والتكال الصناعي خصوصا أنه أيضا الولايات المتحدة كانت قد اتهمت الصين بمرات عدة بمخاطر التجسس ومخاطر تجسس على المستخدمين لربما تطبيقات التكنولوجية وحتى 5G وغيرها صحيح هذه الاتهمات موجودة ولكن من قال أنها حقيقية نعرف أن الدول التي تحاول دائما أن تلحق بركب الدول الأخرى وتحتاج إلى التعلم من الدول المتطورة إذن الولايات المتحدة تصدر الكثير من التقنيات للصين وتتبادل مع الصين الكثير من الأمور والصين تستفيد من ذلك وبالتالي هذا اتفاق منصف الولايات المتحدة تستفيد منها في مجالات والصين تستفيد من الولايات المتحدة في مجالات أخرى وتتعلم منها بشكل شرعي وإذا بشكل عام المنافسة عادلة ومنصفة ولا يوجد أي شيء غير شرعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا يغيران حياتنا ويغيران حتى شكل الحروب ووجهها وسيكون هذا تحدي للكثير من الدول دكتور شوجين شاي أستاذ علوم السياسية والعلاقات الدولية كنت معي مباشرة من الشارقة شكرا جزيلا لك شكري موصول أيضا لضيفنا من واشنطن عبر تطبيق زومة دكتور ماتيو ليفنجر مدير برنامج دراسات الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن وكذلك شكر موصول لضيفي من القاهرة عبر الأقمار الصناعية دكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام الدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا لكم ضيوفي على هذه المشاركة قبل الختام نستعرض سؤالي حلقة الرابط اليوم بداية ما أفق التصعيد الأمني الصيني الأمريكي في منطقة آسيا والمحيطين وما تأثير صراع التحالفات والتحالفات المضادة في الاقتصاد العالمي وبعد استفادة أن يقاش في ملف فاليوم خلص ضيوفي إلى التالي بداية لا حدود لأفق التصعيد بين الولايات المتحدة والصين في ظل ما نشهده من تصاعد الخلاف على مستوى الصعود السياسيا واقتصاديا وحتى عسكريا ولكن هناك نقطة حتمية قد يتوقف عندها الطرفان عن التصعيد الاقتصاد العالمي هو الخاسر الأكبر من صراع التحالفات والاستقطابات الدولية فكل فتاة الصراع سيتحملها الاقتصاد العالمي وليس الولايات المتحدة فقط أو الصين فحص بهذا مشاهدنا نسأل ختام حلقة اليوم من حلقة الرابط شكرا لطيبي المتابعة غدا حلقة جديدة وملف جديد شكرا لطيبي المتابعة شكرا لطيبي المتابعة